اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية استمرار الجهود اللازمة للوصول إلى مراحل متقدمة تكفل توفير أمن غذائي مستدام يدعم كفاية توفر الأغذية المنتجة محليا بما يلبي تفضيلات المستهلكين ويرفع نسبة الاكتفادات تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورهه وقال معالي إن كافة المبادرات التي أطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تستهدف التركيز على دعم الانتاج المحلي في كافة الأوجه المحققة للأمن الغذائي على نحو يسهم في خفض الاعتماد على الأغذية المستوردة من الخارج لتأمين الاحتياجات المحلية وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص من لعب دور المحرك الرئيسي لهذه الأولوية عبر شراكته الناجحة والفاعلة مع القطاع العام جاء ذلك لدى تفضل معالي برعاية حفل تدشين المزارع الآلية الجديدة للشركة العامة للدواجن الشركة البحرينية الرائدة في إنتاج بيض المائدة الطازج منذ عام 1977 والتابعة والمملكة بالكابل لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وذلك بحضور سعادة المهندس وألب الناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزراعة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمدعوين وبهذه المناسبة أشاد معالي الشيخ خالد من عبدالله بتوسعة الشركة العامة للدواجن لنطاق أعمالها والتي تحولت بموجبها من مزارع تقليدية إلى مزارع متطورة تعتمد نظمها الإنتاجية فيها على أحدث التجهيزات والتكنولوجيات والتي من شأنها أن تؤدي إلى أتمتة خطوط الإنتاج بصورة كلية بما ينعكس إيجابا على جودة المنتج وسرعة الأداء وأضاف معالي قائلا تعد عملية توسعة الشركة العامة للدواجن جزءا لا يتجزأ من جهود زيادة إنتاج بيض المائدة بالتعاون مع مزارع القطاع الخاص وبالتالي تحقيق التوازن المنشود بين البيض المحلي والمستورد ولتصبح بذلك عملية التوسعة مواكبة للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لمملكة البحرين والتي تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 35% عبر زيادة الإنتاج من 83 مليون بيض حاليا إلى 120 مليون بيض خلال العام المقبل أي بزيادة وقدرها 44.5% وأوضح معالي أن الأمن الغذائي يعتبر واحدا من بين أولويات أخرى تتابع سير تقدمها وتنفيذ مبادراتها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لسيما متابعة تخصيص الأراضي اللازمة لمزاولة أنشطة استثمارية ذات علاقة بالأمن الغذائي الحيواني والنباتي والسمكي وأعرب معالي في هذا الصدد عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للدواج وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها على جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز الأمن الغذائي ويتزامن تفضل معالي برعاية حفل تدشين المزارع الآلية الجديدة للشركة العامة للدواج وتوسيعتها مع الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها وتدار الشركة العامة للدواجن بأيد بحرينية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الحيوي إذ تتجاوز نسبة البحرن فيها 79% بوتيرة متواصلة وعمل دؤوب تقوم عليه الشركة العامة للدواجن بتدشين المزارع الآلية الجديدة للتخطيط نحو مستقبل يضمن الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي بشكل متواصل لما يمثل هذا الملف من أهمية للأجيال الحالية والمستقبلية في مملكة البحرين طبعاً اليوم الشركة العامة للدواجن التي تأسست من تقريباً 45 سنة من سنة 1977 تدشن مشروع التوسعة وتحديث المصنع طبعاً كانت الزراعة أو التوليد البيض طريقة تقليدية من التأسيس واليوم نتحول إلى الأوتوميشن فهذه تخيل لي استثمار مهم ممتلكات تمتلك 100% من أسهم شركة العامة للدواجن وهذه من ضمن خطة الاستراتيجية بالنسبة حق ملف الأمن القذائي اللي يعني يلقى اهتمام من جلالة الملك المعظم ومتابعة من سمو ولي العهد ونحن نحط من الملفات المهمة بالنسبة لنا بيرفع الشركة العامة للدواجن اليوم بتلبي احتياج السوق المحلي بيوصل إلى 45% تقريباً كان تحت 20% فبيضاعف تلبية احتياجات السوق المحلي من ناحية البيض المزارع الحديثة صارت اليوم تتكون من إجمالي ثمان مزارع كل مزارع تحتوي على 75 ألف طير وبطاقة استيعابية وإنتاج نقدر إن شاء الله نلبي احتياجات سوق البحرين إن شاء الله نوصل فوق الـ 40% تضاعف الإنتاج للشركة العامة للدواجن ما يقارب ثلاثة مرات وبالتالي سوف نحقق ما يقارب 45% من سعة السوق البحريني وبالتالي توريد البيض لمستهلكين في مملكة البحرين كما وأنه يساهم في مشروع هذه التوسعة الأياد البحرينية ذات المهارة وحيث يكون على نسبة البحرين في الشركة ما يعادل 79% جهود كبيرة تسعى إليها الشركة العامة للدواجن لزيادة إنتاج البيض المحلي وتوفير الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والعمل على تدريب الكوادر الوطنية في دعم الأمن الغذائي لتعزيز احتياطات المملكة من السلع الغذائية الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر